لقد عدتنا للجاية على استخدام الانترنت نشر معرومات باستبرار عن أنفسنا وحياتنا الخاصة الطعام الذي نأكله الأشخاص الذين نقابلهم الأماكن التي نذهب إليها والأشياء التي نقرأ تعوني أشرح ما الذي أقصده بشكل مختلف في هذه اللحظة إذا حاول شخص ما البحث عنك سيعلمه ويتك ومكان إيقامتك ونظام التشغيل الذي تستخدمه والمواقع التي تزرع ومتصفح الذي تستخدمه وكثير من بانت عنك وعن حياتك التي ربما لم تقصد مشاركتها مع الغرباء الذين يمكنهم استخدام بياناتك لاستغلالك ولكن ليس إذا استخدم تور وتصفح تور يحمي خصياتنا وهويتنا على الانترنت يحمي تور اتصالك بالانترنت بسلاس طبقات من التشفير ثم يمرر اتصالك من خلال ثلاث خوادم يدرهم الطوعين حول العالم بما يصبح لنا بالتأثر على الانترنت بشكل مكهول تور أيضا يحمي بياناتنا ضد مراقبة الشركات والجهات الحكومية ومرقبتكم هور ربما تعيش بل القمعي يحاول السيطرة على الانترنت ومرقبته أو ربما لا تريد ان تستفيد الشركة الكبرى من بانتك الشخصية تور يجعل كل مستخدم يشبه الاخر مما يجعل الجهة المراقبة يختلط عليه الأمر لأنك مكهول ولذلك كلما زاد عدد مستردني تور كلما أصبح أقوى لأن من سهل الاختباء في حاجة الناس يشوفهم بعضهم البعض يمكنك تجاوز الرقابة دون الشهور بالقلق من أن يرى الرقيب ماذا تفعله على الانترنت لأن يتم تتبعك بالقلق في كل مكان لشهور منذ اليوم الأولى الذي زرت فيه صفحة المنتج إذا استقدمت تور لنت تعرف موقع على هويتك والمكان الذي تزورها منه إلا إذا سجلت دخولك وفشفت عن هويتك إذا حملت واستقدمت تور يمكنك حماية الأشخاص الذين يحتاجون إخفاء هويتهم مثل النشطاء الصحفيون والمدونون حمل تور واستخدموا أو شغل خادم